بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة ونخصصها للحديث عن بعض مجبات الجنة ينشغل الإنسان ويتشوق إلى ما يدخله الجنة يبحث ما الذي يرضي الله عني ما الذي يقربني من الله سبحانه وتعالى وقد ورد حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له الصحابي الجليل أبو ذر يا رسول الله دلني على ما يدخلني الجنة فقال له صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤمن بالله فقال سيدنا أبو ذر يا رسول الله وماذا بعد ذلك من عمل أنا مؤمن بالله لكني أريد أن تخبرني بأعمال أعملها فتقربني من الله سبحانه وتعالى فقال صلى الله عليه وآله وسلم أن تردخ مما يرزقك الله يعني أن تتصدق بشيء من مالك لو كنت ترزق بعشرة فلتنفق واحدا أو اثنين أو ما تستطيع فقال سيدنا أبو ذر وهو يريد أن يبحث عن الصفات الأخرى لنتعلم منها جميعا فقال أولو لم يكن معي مال فقال صلى الله عليه وآله وسلم فلتأمر بالمعروف ولتنهى عن المنكر ابحث عن إنسان يحتاج إلى أن ترشده إلى شيء يقربه من الله اؤمره بمعروف انهاه عن المنكر فإن ذلك سبيل الفوز بالجنة فقال سيدنا أبو ذر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو لم يكن بإمكاني أنا ما عنديش علم وما عنديش معلومات ومش عارف أقول للنس إيه فقال له صلى الله عليه وآله وسلم فلتعلم إنسانا صنعة يتكسب منها إذا لم يكن بإمكانك أن تأمر بمعروف أو أن تنهى عن منكر فيمكنك أن تعلم إنسان صنعة مهنة حرفة مهارة يتكسب منها فإن ذلك يوجب لك الجنة ويدخلك الجنة قال أولم لم يكن ذلك بيدي فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالتعن مظلوما على أن يأخذ حقه بإمكانك أن تتشفع لإنسان مظلوم بإمكانك أن تحاول أن توصل الحق لأهله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تمنعه من ظلمه فإن ذلك نصرك إياه فالنبي يقول إن الصفة الرابعة من مدخلات الجنة أن تنصر مظلوما فقال سيدنا أبو زر لسيدنا رسول الله أرأيت لو لم يكن ذلك بإمكاني فقال له رسول الله لا تريد أن تترك في صاحبك شيئا يريد فعله قال له صلى الله عليه وآله وسلم إذن فليمسك أذاه عن الناس من لا يستطع أن يتصدق بجزء من ماله أو أن يأمر بمعروف أو أن يعلم إنسان مهنة يتكسب منها أو أن ينصر مظلوما فعليه أن يكف عن الناس أذاه فإن انكفافه عن أذى الناس ومنع الناس من أذاه لهو سبيل لنجاته عند الله قال سيدنا أبو زر يا رسول الله أرأيت لو أن عبدا فعل واحدة من هذه الخمس أكانت مدخلته الجنة فقال له صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يفعل عبد واحدة من هذه الخمس إلا كانت سبيلا لأن يدخل الجنة فمن يتصدق بماله يدخله الله الجنة فالصدقة برهان من يأمر بمعروف وينهى عن منكر وقد أوتي العلم وتعلم ما هو المعروف وتعلم ما هو المنكر وعرف ماذا يقول فإن ذلك مدخلا له الجنة من علم غيره صنعة فإن ذلك يدخله الجنة من نصر مظلوما فجاء له بحقه فإن ذلك يدخله الجنة وكذا من منع عن الناس إيذاءه من صرف أزاه عن الناس فإن ذلك يدخله الجنة وما أعظم أن تجتمع هذه كلها أو معظمها في عبد من عباد الله فيكون من من نودي من أبواب الجنة جميعا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن هناك عبد ينادى من أبواب الجنة يعني نوع من العباد وقال إن سيدنا الصديق لهو منهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بالجنة وأن يوفقنا إلى عمل يدخلنا الجنة وأن يرضى عنا وأن يرضينا وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته